موسيقى الرئيس السيسي يؤكد لمجلس كنائس الشرق الأوسط أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيم سابتة تمثل نهج الدولة المصرية خلال استقبالي رؤساء ممثل مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقرال القضاء الأمم المتحدة تهنئ لبنان على إجراء الانتخابات النيابية وتدعو لأهلاء مصلحة الشعب السادسة مساء في القاهرة الرابع بتوقيت جريليتش ناشطة إخبارية مفصلة تأتيكم إلى تلفزور المصرية أهلا بكم موسيقى 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 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة كما استقبل الرئيس السيسي رؤساء وممثل مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفريقى والذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة وذلك بحضور قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب باستاذ الحضور في ضوء عقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968 مؤكدا سيادته أن الإخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي كما شدد السيد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناح الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد مؤكدا سيادته أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم بلقاء السيد الرئيس مشيرين إلى مساهمتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام فضلا عن أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط ومثمنين جهودها بقيادة السيد الرئيس من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر مع التأكيد على دعمهم لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الأوسط بالكامل وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التبحث حول سبول تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة كما استعرض السيد الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة فضلا عن مشروع إحياء مصار العائلة المقدسة وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء وممثل مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الموجودون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بهدف تلبية التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف لا سيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الإفريقية وحرصا على التكاتف والتنصيق في سبيل دفع العمل الإفريقي المشترك كما أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الإداري وتعزيز دوره ومكانته إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها والعمل على إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الإفريقية الشقيقة وأضف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مثمنين الدورة الحيوية لتأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية كإحدى الآليات التنسيقية المهمة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة إفريقية لا سيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الإفريقية وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة السيد الرئيس تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة حيث تم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتضي الطلاع على القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصرف العربية الشيخ محمد جراح صباح والوفد المرافق له توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى اتحاد المصرف العربية لاختيار مصر لعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي فضلا عما ستترق إليه المؤتمر من التعريف بواقع الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار أشار مدبولي إلى أن ما نتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة من جانبه سمن رئيس التحاد المصرف العربية حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا مشيدا بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات بنجاح أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية التنصيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وتطوير الطرق المختلفة ضمانا لتوافقها مع المخططات التنموية للدولة وتعظيبا لدورها في خلق شرائين جديدة للحركة تسهم في تحقيق تلك المخططات التنموية وأكلف مدبولي الوزارات والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من أعمال تنصيق المواقع والزراعات بالطرق التي يتم الانتهاء من تطويرها حتى تظهر بالصورة المطلوبة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بحضور وزيري الإسكان والنقل ومستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم العمل على عقد هذا اللقاء بصفة دورية بهدف استمرار التنصيق بين الوزارات والجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ الطرق والمحاور والمسارات المختلفة على مستوى الجمهورية أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفة مدبولي أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على تكسيف التواجد بالمقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة سواء في رئاسة مجلس الوزراء أو مختلف الوزراء جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع وزراء الإسكان وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحي الحكومي والتوقيتات المستهدفة للانتهاء منها فضلا عن التطرق إلى المعاوقات والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ ومقترحات التغلب عليها التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع محمد منصور وزير النقل الأسبق وسامير شفران الرئيس التنفيذي بمجموعة ستلانتس المصنعة للعديد من أنواع السيارات الشهيرة خلال اللقاء تم التأكيد على أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع في السوق المصرية من خلال إنتاج السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة حيث أن الشركة ترى أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة في هذا المجال من جهته أشار رئيس التنفيذي بمجموعة ستلانتس إلى أن الشركة ترغب في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وذلك من أجل إقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية لتغطية احتياجات السوق المصرية وكذا التصدير من جانبه رحب رئيس الوزراء بمقترح الشركة مؤكدا استعداد الحكومة لتقضيم كل الحوافز الممكن للشركة لتتوسع في أعمالها وتدخل مجال إنتاج السيارات الكهربائية في مصر شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية صمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام ويأتي في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب خالد بيوم العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع ونقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء أعمال مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالية العالية والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما نقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهدها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التدول بالأسواق في محاولة لرفع أسعارها وكذا جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية ونجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق نتائج إيجابية نستعرضها في التقرير التالي تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لمافيا حجب السلع عن التدول بالأسواق في محاولة لرفع أسعارها عن المعلن والمتداول فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنسيق مع فرعيها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط أكثر من تسعة وسبعين طن سكر وضقيق وأرز ومكارونا وزيت وعدس وفول مجهولة مصدر قام سلاثة من مالكي ومسؤول سلاسة مخازر للسلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية والدقالية بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك كما تمكنت الإدارة من ضبط مئة وسبعين طن دقيق أبيض مجهولة مصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مطحن للحبوب بالمنوفية قام بحجبها عن التداول والبيع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول ونجحت في ضبط قرابة خمسة وثلاثين طن دقيق أبيض لدى مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية قام بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وضبط سلاسة عشر طن ونصف دقيق أبيض معبأ داخل عبوات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها قام مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالدقاهلية بحجبها لبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة بالأسواق ومع تواصل الحملات الأمنية للتصدي للمتلاعبين بالأسعار تمكنت الإدارة من ضبط قرابة مئة واثنين وعشرين طن سكر وضقيق وأرز ومكارونة مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن بالقليوبية قام بتخزينها لرفع أسعارها وبعيها بأزيد من السعر المتداول كما تمكنت من ضبط أكثر من سبع وسبعين طن سكر وضقيق وأرز ومكارونة مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن سلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية بهدف بيعها بالسوق السوداء ونجحت الإدارة وفي إطار مواصلة حملاتها للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط مئة طن زيت طعام غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مسؤولة عن مصنع لإنتاج وتعبئة الزيود بالمنوفية وتمكنت من ضبط 52 طن ونصف مسلي وزيت ومكارونة مجهولة المصدر قام مالك مخزن سلع الغذائية بالقاهرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء واستطاعت الإدارة ضبط 70 طن مكارونة بدون مستندات مجهولة المصدر قام مسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالأكسر بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق وتستمر تلك النجاحات مع تواصل الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار مع ضمان استمرارية سيابية السلع وتوافرها بالأسعار الملائمة للمواطنين عبدالبركات التلفزيون المصري وفي إطار جهود وزارة الداخلية وصلت الوزارة حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 374 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 61 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 25 طن سلع غذائية وفي مجالي حجب وبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 25 طن اسمنت أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يقرب من 21 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 462 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبطات أكثر من 297.5 طن أقمح محلية شهدت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة راشا رغب توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية والمعهد الفنلندي للإدارة العامة هاوس وتم توقيع المذكرة بعد مفاوضات طويلة ومفصلة لتضاف لملف الشركات المتميزة للأكاديمية الوطنية ويعد المعهد الفنلندي أفضل مطور إدارة عامة في العالم وتم تأسيسهم منذ خمسين عاما بهدف زيادة كفاءة الحكومة المركزية والمشاركة في تطوير العمليات والمشروعات بفنلندا عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود تطرق المجلس إلى الدور المحوري الذي تتوله المملكة من خلال عملها التشاركية على مستوى العالم سعيا للإسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين واجدد مجلس الوزراء في هذا السياق ما أكدته المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع الوزري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي والذي عقد بمدينة مراكش المغربية من استمرار موقفها السابت والدعم للجهود الدولية ضد هذا التنظيم الإرهابي أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن البنك الدولي قرر استئناف برنامج ثمرات الذي يستهدف دعم الفقراء في السودان وذكرت الوزارة أن استفارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن أكدت أنه تم اختار وزير المالية السودانية جبريل إبراهيم باستئناف البنك الدولي للبرامج الخاصة بدعم الفقراء وذلك من خلال المشروعات التي تركز مباشرة على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج ثمرات وبرنامج التطعيم ضد كورونا عبر التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث مثل برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمية ويستهدف برنامج دعم الأسر ثمرات إلى تقديم مساعدات مالية لـ 80% من فقراء السودان تبلغ 500 جنيه السوداني للفرد شهريا على مدى عام وتم تجميد البرنامج في نوفمبر عام 2021 أكد رئيس مجلس الوزراء العراقية مصطفى الكاظمي أن حكومته أنقذت الاقتصاد من الانهيار والإفلاس وحاولته إلى مؤشرات تسجل في النمو العالمي أضف الكاظمي خلال ترأسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء أنه بعد سبعة أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة تهم رئيس الوزراء العراقية البعض بتبني مفهوم العرقلة في محاولة منهم لتكبيل أياد الحكومة الحالية بدلا من البحث عن الحلول للانغلاق السياسية حثت مصر جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناء عن اتخاذ أي خطوة من شأنها تأجيج العنف وقالت مصر في بيان الوزارة الخارجية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ترابلس مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرة الشعب الليبي وأشدت الخارجية على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا وبالتزامن وبدون تأخير مع التأكيد على أهمية حوار المسار الدستوري الجاري في القاهرة وبما يحقق طموحات وأمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطاء ثابتة أعرب الأمين العام لجامعة الدولة العربية السيد أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشاد على العاصمة ليبيا ترابلس دعينا الأطراف الليبية إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمدية نجد الأمين العام جميع الأطراف بضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجددا حيث ناشدهم أيضا بتغليب لغة الحوار وصولا إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها ولتجديد شرعية المؤسسات بالشكل الذي يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء أعرب البرلمان العربي عن قلقيه البالغ إزاءة تطورات التي شهدتها العاصمة ليبيا ترابلوس من اشتباكات مسلحة وحذر البرلمان من خطورة تلك الأوضاع كونها سوف تأخذ الدولة نحو منحن خطير سيقضي على كل الجهود المبذولة لعودة الاستقرار والأمن إليها داعين الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظا على الأرواح ومقدرة الشعب الليبي والخروج من هذه المرحلات الحارقة وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل من من شأنه أن يساهم في عودة الاستقرار إلى الدولة الليبية وعودت لغة الحوار وصولا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أكدت السفارة الأمريكية بترابلوس على أهمية المحادثات الدستورية الليبية الجارية في القاهرة حاليا مشيرا إلى أنها تكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى في ظل تقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة بين الفصائل بالعاصمة الليبية وقالت السفارة في بيان أنه ينبغي على أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا أن يدركوا أن استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه حثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفني وليمز الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وحجد القوات وأكدت في تغريدة لها على تويتر الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء وحماية المدنيين في ضوء المستجدات الجارية في ترابلس مشددة على استمرار مساعي الأمم المتحدة لإيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدما نحو الاستقرار والانتخابات في ليبيا أعلن وزير الداخلية اللبنانية بسامة مولوية نتائجا هائية للانتخابات النيابية وأسفرت النتائج عن خسارة طيار ثمانية أذار للأغلبية النيابية في مجلس النواب المكون من 128 عضوا مع تقدم كبير لحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين وقوى المجتمع المدنية وتضمنت النتائج أيضا التي أعلنها وزير الداخلية حصيلة الأصوات في ثمان دوائر من أصل 15 دائر انتخابية فيما أعلن مولوي أمس النتائج النهائية لسبع دوائر انتخابية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش القادة اللبنانيين إلى العمل المشترك بما يقدم مصلحة لبنان وشعبه وفي بيان لتهنئة لبنان على إجراء الانتخابات النيابية شدد جوتاريش على ضرورة تشجيع التدابير الرامية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها بما في ذلك الحكومة المقبلة وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة يمكنها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولية وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاش حست المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانتاسكا القادة السياسيين اللبنانيين على وضع مصالح البلاد في المقام الأول وعلى المشاركة بشكل بناء لضمان عدم وجود فراغ أو شلل في عملية صنع القرار التنفيذي وأشارت المنصقة الأممية إلى الدور المهم للمجلس النيابي الجديد في العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان بما في ذلك من خلال اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولية ووجهت المنصقة الخاصة للأمم المتحدة التهنئة للبنان على إجراء الانتخابات النيابية مرحبة بالدور الذي لعبه مراقب الاتحاد الأوروبي ومراقبون دوليون ومحليون آخرون في العملية الانتخابية نشرتنا مستمرة معكم وفيها بوتين يقول إن الغرب لا يستطيع وقف الاعتماد على مصادر التقرسية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 265 جنديا أوكرانيا من بينهم عشرات الجرحة استسلموا في مصنع أوزفستال للصلب الواقي في مدينة ماريوبول وأوضحت الوزارة أن كل الذين كانوا يحتاجون إلى عناية طبية نقلوا إلى مستشفى في مناطق سيطرة الانفصليين الموليين لروسيا هذا ولم تذكر الوزارة أي تتفاصيل بشأن عملية تبدل أسرى محتملة خلافا لأوكرانيا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب لا يستطيع وقف الاعتماد على مصادر التاقة الروسية مضيفا أن الاقتصاد الغربي يعاني من خسائر كبيرة بسبب القرارات بشأن التاقة الروسية وأشدد الرئيس الروسي خلال اجتماع مخصص لقطاع النفط على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لحماية مصالح بلاده الوطنية يجب علينا بشكل برغماتي أن ننطلق من الواقع وأن نتخذ الإجراءات الإضافية لحماية مصالحنا الوطنية والحفاظ على سيادتنا الاقتصادية وأيضا في مجال قطاع النفط ونولي اهتماما لهذا القطاع بالذات إلى ذلك أكد وزير الخارجية روسي سيرجي لابروف بأن توسعات حلف الناتو في المنطقة وانضمام دول أخرى إلى الحلف يمثل تهديدا واضحا لبلاده واتهم لابروف خلال مؤتمر صحفي حلف شمال الأطلنطي بانتهاك صارخ للالتزام بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين وأشار إلى أن الغرب حاول جر أوكرانيا للانضمام للناتو ونشر أسلحة هجومية وإنشاء قواعد عسكرية هناك قالوا لنا أن الناتو سيكون حلف غير عسكري تقريبا وأن هذا التوسع لا يشكل أي خطر لأي أحد ولا أي تهديد فهذا كان أيضا جوابا ربما نظريا فهم قاموا بجذب الدول الأخرى إلى الناتو في الوقت نفسه وقالوا بأن كل ما يقوم به الناتو ليس من شأن روسيا وفيما يتعلق بالنقاط الهجومية للصواريخ النووية وسواها في أوكرانيا فهذا أمر يتعلق فقط بحلف الناتو وكما قال رئيسنا هذا كان خطرا مباشرا لروسيا سوت البرلمان الفلندي اليوم بأغلبية صاحقة لصالح الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطية الناتو وفي سياق متصل وقعت وزيرة الخارجية السويدية ألندي على طلب الرسمي للانضمام بلادها إلى الناتو وأشارت وزيرة الخارجية السويدية إلى أنه غير معروف المدة التي قد يستغرقها الأمر لافتتان إلى أنه قد يستارق ما يصل لعام وأضافت أنه خلال يوم أو أكثر سيتم تقديم طلب بلادها مع طلب فنلندا ليتم البد فيهما من قبل الحلف ما يبدو أنه يجب أن تتاضح سياق ويجب أن يمكن أن تقديمه قضاء ما جاءت تقديمات البديل Chan أعلاً البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الفنلندي ورئيسة وزراء السويد الخميس القادم لبحث انضمامهم إلى حلف شمال الأطلسية وذكر البيت الأبيض في بيان له أن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل بحث ترشيح فنلندا وسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والأمن الأوروبي وكذلك تقديم الدعم لأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 360 مسلحا أوكرانيا خلال الساعات الماضية وأضافت الوزارة أن صواريخ عالية الدقة دمرت مركز قيادة في خاركيف مشيرة إلى أن سلاح الجو الروسي قد دمر ثلاثة مركز قيادة ومئة 54 موقعا لتمركز القوات الأوكرانية ومعدتها ومستودعي وقود هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا تنفيذ طائرات أولان عشرة الروسية المسيرة متعددة الوظائف مهام قتالية في العملية العسكرية في أوكرانيا صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لمنح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة 40 مليار دولار لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية وتم التصويت بتأييد 81 عضوان مقابل اعتراض 11 وهو الأول منذ ثلاث جولات تصويت إجرائية محتملة تمهد الطريق نحو تمرير مجلس الشيوخ التمويل الذي طلبته إدارة الرئيس جو بايدن للحفاظ على استمرارية المساعدات إلى حكومة كييف بعد قرابة ثلاثة شهور على بدء العملية العسكرية الروسية أكد رئيس الوزراء المجاري فيكتور أوربان بأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على إغضاع روسيا عن طريق العقوبات الاقتصادية بسبب افتقاده للأدوات اللازمة لذلك وأشار أوربان إلى أن نتائج العقوبات قد انعكست سلبيا على أمن الاقتصاد بأوروبا لأنه يتم ممارسة ضغوطات هائلة على المجتمع الأوروبي واقترحت السلطات المجرية في وقت سابق أن تصديق بوداباست محدثات سلام لحل الوضع في أوكرانيا بمشاركة روسيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر أعربت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرامفيلد عن أمالها بأن تعود الهند عن قرار حظر تصدير القمح وذلك عشية اجتماعات وزرية ستوقت في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وأضفت بأن الاجتماع يسعى لتحديد أي من الدول يمكن أن تساعد في سد العجز في سوق القمح العالمي والنجمي عن العملية الروسية في أوكرانيا المصدرين الرئيسيين للقمح في العالم هذا وتعد الهند ثاني دولة منتجة للقمح في العالم وقد قررت حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان الأمن الغذائي أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوية في بريطانيا قد ارتفع في مارس إلى 7% وهو أعلى مستوى منذ نحو 30 عاما مما زاد الضغط على تكلفة المعيشة للمزيد في سياق هذا التقرير ظروف صعبة تواجهها المملكة المتحدة هذه الأيام في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة عالميا وموجة التضخم غير المسبوقة التي تكتاح العالم محافظ بانك انجلترا المركزية أندروبيلي قال إن بلاده والعالم يواجهان خطرا كارثيا يتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤكدا أن مخاوفه تستند إلى مناقشات دارت مع المسؤولين الأوكرانيين حول عدم قدرتهم على تصدير وإخراج الحبوب والسلع من أوكرانيا تحذيرات تأتي في الوقت الذي تعيش فيه المملكة المتحدة بالفعل وضعا سيئا مع التضخم حيث توقع بانك انجلترا أن يبلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا ذروته عند 27% في أبريل مكتب الإحصاءات الوطنية أشار أيضا إلى أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا ارتفع في يناير إلى 5.5% وبلغ في مارس 7% وهو أعلى مستوى منذ نحو 30 عاما مما زاد الضغط على تكلفة المعيشة فيما قفزت تكاليف المواد الخام بنسبة 19.2% وهي الأكبر تاريخيا منذ بدء تجميع هذه البيانات في عام 1997 أما مؤشر أسعار المنتجين فقد قفز 11.9% مقارنة مع العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2008 أعلن معهد إيفو الألماني للبحث والبحوث الاقتصادية في ميونغ أن الارتفاع سريع في الأسعار بألمانيا في جميع مجالات الحية يقلق المواطنين أكثر من الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا وأكد المعهد بأن ما يقرب من سلسي المستهلكين من الألمان تغير سلوكهم في التسوق نظرا لارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن قطاع الصناعة في ألمانيا سجل متوسط تأخر الطلبات المتراكمة على مداري سنوات السابقة بـ 2.9 أشهر فقط فيما سجل قطاع صناعة السيارات أهل مستوى للطلبات المتراكمة عند 7.4 شهر وفي قطاع الألات بلغت مدة التأخير 6.5 شهر للمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق ومستشار البنك الدولي السابق بالفعل يحلل هذا الموقف العالمي من موجة التضخم التي ما زالت تعقب الأزمة الروسية الأوكرانية دكتور عمر يعني برأيك إلى ما سيكون الحل وما هي الخطوات الفعلية التي يجب أن تتخذ على المستوى الاقتصادية ولما سأخير عليك وعلى كل مشاهدينك إلى متى يكون الحل الحل ليس سيضر إلا لما تتوقف الحرب وحتى لو توقفت الحرب فإننا لن نتوقع أن يكون فيه تريكل داون إفاكت أو يكون فيه جر سريع لعودة النشاط الاقتصادي أو تنخفض الأسعار بشكل سريع يمكن قد تنخفض أو تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا لكن دايما بعد الحرب وبعد الأزمات بالذات بعد الأزمات اللي فيها موجة التضخم وارتفاع في الأسعار وممكن أسوأ شيء ممكن يواجه اقتصاد هو تذبذب أو الارتفاع في الأسعار لأنه بيأثر على مجمل مناحي الحياة والاستثمار والاستهلاك اللي هو عصب الانتاج وبالتالي يتوقف الطلب ويتوقف العرض وسؤالك على متى تتوقف هذه الحالة أنا بقولك أن يعني لن تتوقف هذه الحالة ولن يعود الاستقرار إلا إذا توقفت الحرب لكن شفنا التضخم وشفنا الحالة الاقتصادية الصعبة نحن أمام معضلة اقتصادية عالمية كيف تكون خطوات الحل والتي تلمس المواطنين والشعوب كافة في كافة الدول في معظم الحالات لما بيكون فيه تضخم يكون فيه أزمات اقتصادية بيقل الاستهلاك وبتتجه البنوك المركزية ومصارف المركزية زي ما احنا شفنا لرفع سعر الفايدة علشان تشفد كمية السيولة اللي موجودة في المجتمع وتتلافى النقص في الانتاج أو سلاسل التوريد وزي ما قدت في الريبورتاج بتاعكم أو في الحديث بتاعكم قبل الحوار النسب التضخم وصلت طبعا في بريطانيا لنسب قياسية بريطانيا وصلت لنسب كبيرة جدا لكن السؤال اللي أنا هنا بسأله الدول المتأثرة وبالذات الدولتين الكبيرتان الولايات المتحدة وبريطانيا اللي شعوبها متأثرة بالأزمة متى تتوقف هذه الدول عن تأييد الحرب ويمكن جر روسيا إلى مزيد من الحرب وجر القارة اليورو أسيوية إلى الحرب مع العلم هذا بيأثر على كل شعوب العالم لكن بيأثر أيضا على شعوبهم هل السؤال اللي أنا بسأله هل بوريس جونسون والإدارة الأمريكية اللي متعاني أريدي من صعوبات اقتصادية هل مخرج الحرب أو الحرب قد يكون يعني عذر أو إسكيوز لهم داخلي بظل الانتخابات الداخلية للهروب من حل القفضية اللي موجودة ده سؤال بيطرح وبعض الأحيان أنت عارفة أن بعض الدول يعني قد لا تتوانى عن إشعال أزمات حتى إذا كان ده مش في صالح بعض مواطنيها إلا إذا كانت هناك حسابات انتخابية فالسؤال اللي احنا هنا بنسأله للحكومة البريطانية والنظام بريطانية حسابات أخرى ربما سياسية لكن دعني تحديدا أتساءل هل هناك دول أكثر تأثيران عن أخرى؟ كل العالم متأثر يعني حتى الصين اللي هي مسؤولة بشكل مباشر عن سلاسل التوريد متأثر يمكن خفض النمو بنسبة 0.02% في الصين لكن أنا تاني برجع أسأل السؤال دوت هل إشعال الحرب هدفه زعزعة الاستقرار العالمي وهذا روسيا وهذا الصين صادقين حتى لو كان ده مش في مصلحة الولايات المتحدة أو بريطانيا اللي لهم دور كبير ما احنا عارفين ولا نخي هذا لهم دور كبير ليس في إشعال الحرب لكن في مساندة أوكرانيا مع دول التحاد الأوروبي وبالتالي طالت أمد الحرب حتى ان كان ده مش في صالح مواطني الدولتين أو اقتصاد الدولتين الكبرياتين أشكرك يا جزيل شكر الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق وفقت المفعوضية الأوروبية على خطة يونانية بقيمة ملياري يورو تهدف لتوفير دعم اثثماري لتحقيق تعيش مستدام وتمت الموافقة على الخطة بموجب الإطار المؤقت لمساعدة الدول الأعضاء وبموجب هذا الإجراء ستأخذ المساعدة شكل قروض بأسعار فائلة مدعومة لتموين الاتثمارات في الأصول الملموسة وغير الملموسة وتسهيل تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تندرج في إطار ركائز الاستراتيجية لخطة التعافي والمرونة اليونانية وخاصة في مجالة التحول الأخضر والرقمان والابتكار بما يضمن لليونان أن تكون الاتثمارات الممولة مستدامة بيئيا وتتمشى مع تصنيف الاتحاد الأوروبي مرحبا بكم مجددا أهلنا سلاح الجوي الأمريكي عن اختبار ناجح لنموذج أولي لصاروخ فرطة صوتية في إطار برنامج سلاح جوي للرد السريع وقالت القوات الجوية الأمريكية أن قاضفة استراتيجية تابعة لسلاح الجو أطلقت بنجاح صاروخا أسرع من الصوت قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا وأوضح البيان أنه بعض انتصال الصاروخ عن الطائرة اشتعلت كتلة واحترقت في الوقت المقرر لتصل إلى سرعة فوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف موضحا أن الصاروخ ARRW تفوق سرعته سرعة الصوت ويستخدم صاروخا معززا لزيادة سرعته لتصل إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أنه يتم تقديم مختلف الخدمات لأهالي القرى العائدة بالشيخ زويد بتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسة المجتمع المدني جاء ذلك خلال قيام المحافظ بتسليم مشروع تحسين سبل المعيشة لعدد من الأسر المستفيدة في مدينة الشيخ زويد ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن السينوي ومبادرة حياة كريمة تبه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مدينة شبين القناطر وذلك خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة وأشار الهجان إلى أن الاجتماع تنوى الاستعراض معدلة التنفيذ للمشروعات والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالية تسعة وحدات محلية وست وثلاثين قرية ومائة وثمان واربعين عزباب إجمالية سبعمائة وسبعين مشروعا وبتكلفة بلغت سبعة مليارات وسبعمائة مليون جنيها ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود بين القطاعات وصروع تنفيذ الأعمال تبقى للجدول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات استقبل محافظ ألمينيا أسامة القادي وفد وحدة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة برئاسة مجلس الوزراء حيث تم بحث موقف الأراضي المخصصة لتنفيذ مشروعات المبادرة يأتي ذلك تنفيذ لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني المحددة وطبقا لمعايير الجودة والكفاءة والآن أتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا تقدمه لنا حكمة عبد الحميد إليك حيث شكرا هيبة شكرا آية وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الاقتمانية ذلك بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية وأشار المركز إلى استمرار تثبيت التصنيف الاقتمانية لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة بعد موجة من تخفيض التصنيفات الاقتمانية للعديد من دول العالم حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند بي بلاس منذ مارس 2019 مؤكدة أن سجل مصر من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا قد أسهم في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة تستضيف مصر الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك تحت شعار بعد التعافي من الجائحة السمود والاستدامة وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هالا السعيد على أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما لها من تاريخ طويل وعلاقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه في عام 1974 مشيرة إلى أن محفظة التعاون مع البنك بلغت أكثر من 16 مليار دولار افتتح وزير البترول والثارو المعدنية طارق الملاء المؤتمر والمعرض الثالث لكفاءة الطاقة بقطاع البترول بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابدة وشركات البترول المصرية والأجنبية وقال الملاء إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الأراء التي نجحت في رفع كفاءة استخدام الطاقة انطلق مؤتمر ومعرض كفاءة الطاقة بقطاع البترول في نسخته الثالثة والذي يستمر على مدار يومين بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية بهدف تسليط الضوء على أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت في قطاع البترول وفي مجال تحسين كفاءة وترشيد استخدام الطاقة بخلال كم سنة اللي فاتوا اشتغلنا على هذا الأساس ووضعنا الاستراتيجية في 2016 وكان على أساسها زيادة الانتاج من الغاز الطبيعي التنصيق مع كل المنظمات الدولية بشأن وضع مصر في المنظومة الطاقة ولا سيما الغاز الطبيعي زيال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المنظمات الدولية اللي كان على قثر زيالك انتهينا بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وده كان بدعم وبمبركة من الدول المؤسسة والدول المراقبة والدول الأخرى التي اشتركت مؤخرا الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لكي تكون مركزاً إقليمياً في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط والقاهرة لديها جميع الإمكانات لتكون مركزاً للطاقة وبالفعل هناك شراكة كبيرة بين بروكسل والقاهرة خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة معرض كفاءة الطاقة بقطاع البترول يستضيف أكثر من عشرين جناحاً لشركات وهيئات دولية ومحلية وذلك لاستعراض أحدث التكنولوجيات والخدمات بمجال كفاءة الطاقة بما يسهم في تحقيق تحول استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع البترول بنشارك في المؤتمر بنتعرف بعملة جديدة بنتعرف بأفكار وتكنولوجي جديدة أنا عندي تيم بتاع الإدارة المتوسطة الكاباستي بيلدنج بتاع الوزارة التيم ده بيشوفوا كل التكنولوجيز اللي متطبقة في العالم كله في الشركات العالمية في الشركات الشقيقة والمحلية بناخد الأفكار اللي هي ممكن تناسب شركتنا واحنا من الشركات اللي بتطبق على طول مصر هتبقى رائدة في مجال ترشيد الطاقة في أفريقيا وفي العالم وكل اتحاد الأوروبي والدول كلها بتأمل في وجود قائد للمنطقة في هذا المجال نكون من تطور الأحسن ونخدم وزارة البترول ونخدم الأهداف الاستراتيجية لمصر في التحول الرقمي المعرض السنية دي له أهمية خاصة جدا لأنه هو بيتعامل قبل المؤتمر قوب 27 في نوفمبر شرم الشيخ فده أعتقد اللي هو ده تحضير مبدئي للمؤتمر الكبير إن شاء الله تحت رعاية سيد رئيس كونو اللي هو بيكلم على الطاقة والاستثمار في الطاقة والطاقة الجديدة المتجددة ده له أهمية خاصة جدا في الظروف اللي احنا بنعيشها دي وده بيمثل استثمار بدون تكلفة تأتي أهمية المؤتمر في تحقيق رؤية قطاع البترول لتحسين كفاءة واستخدام الطاقة وخفض التكلفة التشغيلية بشركات القطاع من خلال تقديم أحدث التكنولوجيات والأنظمة في مجال كفاءة الطاقة تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات التراك عن مؤشر الرئيس بينما ارتفع معشرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ارتفع رأس المال السقي 509 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 689.566 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 10461 نقطة وأغلق عند 10438 نقطة متراجعا بنسبة 22% في المئة فتح مؤشر اشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 1821 نقطة وأغلق عند 1830 نقطة مرتفعا بنسبة 48% فتح مؤشر اي جي اكس 100 متساوى الأوزان عند مستوى 2758 نقطة ليغلق بذلك عند 2768 نقطة مرتفعا بنسبة 38% إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18-22 للشراء و 18-30 للبيع سجل اليورو 19-20 للشراء و 19-29 للبيع وصل الجنيه الاسترليني إلى 22-74 للشراء و 22-86 للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الأمريكي اليوم 4-96 للشراء و 94-98 للبيع الريال السعودي سجل 4-85 للشراء و 84-88 للبيع في أسواق المعادن النفيسة ارتفع سعر الذهب العالمي ليصل إلى 1832.30 دولار للأوقية أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 926 جنيه للجرامة وسجل الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيه للجرامة سجل عيار 24 نحو 1234 جنيه ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8640 جنيه قادت برسة أبوظبي أغلب أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع تماشيا مع اتجاه الأسهم العالمية ولكن المؤشر السعودي وصل الخسائر من الجلسة الماضية قفز المؤشر الرئيس لبرسة أبوظبي حوالي 3% كما أغلق المؤشر الرئيس في برسة دبي على ارتفاع بلغ 1.5% في المقابل وصل المؤشر السعودي الخسائر ليغلق على نفو الخفاض بلغت نسبته 1.7% انتهت الوقفة الاقتصادية وعود مرة أخرى إلى هبا وأي إليكم أشكرك حكمة وفي نهاية النشرة لم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس السيسي يؤكد لمجلس كنائس الشرق الأوسط أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية خلال استقباله رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء الأمم المتحدة تهنق لبنان على إجراء الانتخابات اليابية وتدعو لإعلاء مصلحة الشعب إلى هنا مشاهدين تنتهي جولتنا الإغبارية من السادسة شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة